تبطلع أكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية بدور هام في تدريب وتأهيل الدبلوماسيين من خلال طرح برامج مختلفة تمكنهم من تمثيل مملكة البحرين في المنظمات الأقليمية والدولية بصورة مشرفة وإلى جانب جهودها في أعداد وتأهيل الكوادر الدبلوماسية الوطنية تبدل الأكاديمية جهودا متواصلة في تعزيز العلاقات الدولية مع الدول الشقيقة والصديقة خاصة في مجال التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات بمرسوم ملكي صادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاة تم إشاء أكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية عام 2019 والتي سميت بهذا الاسم تكريما لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم والذي شغل منصب وزير الخارجية الأول لمملكة البحرين ورائد الدبلوماسية البحرينية المعاصرة أكاديمية محمد بن مبارك تحمل في طياتها مهام واختصاصات كثيرة لما لها من دور هام وبارز في وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لتطوير السلك الدبلوماسي والقنصلي في مملكة البحرين وتعمل أكاديمية محمد بن مبارك ضمن اختصاصاتها على وضع البرامج وعقد الدورات والورشي لتطوير وتأهيل منتسبية السلك الدبلوماسي والقنصلي وإعداد الدورات والاختبارات للمرشحين لشغل الوظائف الدبلوماسية علاوة على ذلك فإن الأكاديمية تعمل أيضا على منح الدرجات العلمية من شهادات في المجالات ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي وعقد البرامج التدريبية بالإضافة إلى الكثير من الاختصاصات التي تسهم في الارتقاء بالعمل الدبلوماسي في مملكة البحرين اهتمام بارز وكبير توليه الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للعمل الدبلوماسي في مملكة البحرين بما يسهم في توطيد علاقات مملكة البحرين الدبلوماسية بالدول الشقيقة والصديقة والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة